بسم الله الرحمن الرحيم. اخترت دورة 2001 الدورة التانية بسؤال كمان طبعا algebraic expression. عم بيقول لي هو ال E equal طبعا انتوا السؤال رح تلقوه هيك تحت تحت الفيديو في عنا download او اذا على اللابتوب على جنب في كلمة download اوكي. فبتنزلوا انتوا بتعملوا download بيطلع لكم صورة السؤال. E equal to x plus one into four x minus six. طبعا دورة 2001 قلنا التاني. هولي كانوا الدورات سهلين هيك وبسيط السؤال يعني مثلا ثلاثة افرع هو. بيلي بالوان بروف ذات E can be written under the developed form. بروف اي هيدا. كان بي ريتن under the developed form يعني كأنه عم بيقل لي عملي develop. انه هيدا ال E فيني اكتبها under the developed form. وحاطت لي الجواب اي اللي هيك بدي يكون جوابها. four x square plus four x minus fifteen. اوكي? فمفروض انا طبعا بلش بالاساسية. بدي اعمل لها develop لوصل لهن. شو يعني? يعني فكك لي هيدا اللي هون شو اللي ايه? لانه هي اتطلعوا الجواب بلا. اوكي? فطبعا احنا شو لازم نعمل? لازم نرجع ننقول الاي. two x minus one four x minus six minus two x minus three two power two. هلأ. طبعا احنا عنا هول اتنين مضروبين ببعض لانه هيدا البراكت مضروب بهذا البراكت او هيدا التارم مضروب بهذا التارم. وماينس وهيدا البراكت التاني. يعني كأنه هيدا الاكسبراشن مقلفي من two terms. اوكي? هيدا اول term لانه انا مسلا ازا عندي three x هيدا بنعتبره عدد واحد. مضروبين ببعض. فانا هولي كل شي مضروب ببعضه بيكون هو عدد واحد. اوكي? هيدا بس عشان او شي. هلأ انا عم بعمل develop. معناتها شو بدي اعمل بدي شيل البراكت. لشيل البراكت شو هيدا البراكت يعني ضرب. بالضرب شو مفروض اعمل? لازم الاول اضربه بالاول وارجع اضربه بالتاني. هيك لما يكونوا الارقام اختلفين. مانوا مثل بعض. هون two x هون four x. ما تقولوا لي مسلا هون x هون x. لا نحنا كله. نحنا اتفقنا two x وعدد واحد. لانه مضروبين ببعض. فهيدا النوع من الاعمال شو بنعمل? بنبلش بالاول نضربه بالاول ونرجع ونضروب بالتاني. بنرجع الماينس وان طبعا بننتبه للاشارات. نضربها بfour اكس. بنرجع ماينس وان نضربها بماينس سكس. اوكي? شو بيطلع معي ايكول? two x ضرب four x. هلأ بنضرب الارقام ببعضها اتنين ضرب اربعة اوكي? ليه؟ لانه انا عندي ازا عندي اكس ضرب اكس. بالضرب بدي يكون عندي نفس البيز يعني. تحت بدي يكون عندي نفس البيز. بتطلع شو بعمل? ازا عندي نفس البيز شو بعمل? بطلع بالpower اللي فوق بدي اجمعه. انا الpower لل اكس هوني وان. power لل اكس لي هون كمان وان. فأنا لما بدي اضرب بخلي البيز متل ما هو. وشو بعمل بالpower بجمعه? واحد زائد واحد بيطلع عندي اتنين. اوكي? طيب. هلأ عندي two x وضربها ب-6. طبعا إشارة 2x هي plus plus ب- minus minus 2x مضروب ب-6 يعني معنات 2 مضروبها ب-6 بيطلع عندي 12 وحد منا ال-x. هلأ خلصنا من 2x نبلش ب-1. عندي minus مضروب ب-1 وضربها ب-4x. يعني minus مضروبها بإشارة هاي plus. بيطلع عندي minus. واحد ضرب 4x وبيطلع عندي 4x minus 1 ضرب هاي دي minus. أوكي? minus ب- minus plus واحد ضرب 6 6. أوكي? هاي خلصنا ضربتن هلأ. هون بدي ايجي لون هاي minus. بنا ننتبه هاي كيف نفكها لهاي. طبعا احنا بصف التامن شو كانت? كنا نعتبر انه هاي دي هي 2x minus 3 مرتين 2x minus 3 مضروب ب-2x minus 3 إز عملناها هاي. شو بنا عمل فينا نعمل عهي الطريقة? بنضرب الأول بالأول بعدين الأول بالتاني. بعدين minus 3 بضربها بالرقبين. طبعا احنا هاي دي بنا نلغيها. ما بنا نحل هيك. بنا ننتبه انه هاي ريماركابل ايدنتيتي. يعني هاي دي شكلها هيك. شكلها براكت A minus B 2x هي A وال3 هي الB. هلأ لما اشتغل بالقاعدة اشتغل بالريماركابل ايدنتيتي معاش بتطلع بالإشارات. خلص لنه هي الإشارة يعني انا عندي هون الإشارة minus. شو جوابة لهاي? هي A power 2 minus 2 AB plus B power 2 يعني انا هاي ده اللي هون هاي ده الشكل بدي اعمله على هاي القاعدة. اوكي بدي حقل لانه هاي مثل هاي فأنا جوابة بدي يكون مثل هاي. A power 2 ما بتطلع بإشارة A شو هي. طبعا الA هي 2x. هلأ ما بتفرق معي طبعا لانه هون بلاس ما بيأثر معي. بس في طرده كانت الإشارة minus. ما خصني بالإشارات. اوكي خلص انا بالقاعدة زبطت الإشارات. فلما يقل لي AB بياخد الA هي 2x الB هي 3. مش بياخد ناقص 3. اوكي الB هي 3. طيب. هلأ لانه عندي هوني minus بدي انتبه منها. دايما إزا عندي عم بشتغل برقم بعد الماينس. وعم بشتغل بعد الماينس. فأنا شو بعمل دغرب بفتح براكت كبير. دايما دايما لما يكون عندي minus وعم بشتغل بشي بعد الماينس شو بعمل بفتح براكت كبير. لا لانه الماينس مضروبي فيه وكله العيد. فأنا شو بعمل هلأ? A square. بدي انا حط A square. الاي مينة فأنا هي 2x. فأنا بعمل 2x power 2. طبعا ما فيني اجي اعمل هاك A square ومقل له الاي هي 2x ما هي الاي هي 2x ها هي 2x. ومحط power 2 وحطها هون. هاك كنا عم باعتبر انه power 2 هي للأكس. لا. احنا الاي هي كلها 2x. عشان هيك شو عملت انا حطيتها براكت. minus 2 AB. يعني مضروبين ببعض. لما يكون مضروبين ببعض شو بعمل بحطهم براكت. الاي مينة هي 2x والبي مينة هي 3. ما منحط minus 3. إلنا اتفقنا الاشارات خلاص. مرتبين هني بالقاعدة. بلس بي power 2. البي مينة هي 3. فهاي 3 power 2. اوكي؟ منسكر هادا الابراكت الكبير. هلا فيني انا شو عمل اكتبهم متل ما هني انزل فيه هون. وهون شو بدي عمد يزبط البراكت الصغار. وفيني شو اعمل؟ اذا في شغل بها اللي بشتغل فيهن. يعني شو عند؟ مساء هون اكس باور 2. في اكس باور 2 وغيرها؟ مع بنطل هون. هلا بس لحتى شيل هادا الابراكت بصير بشتغل هاي مع هاي. اوكي؟ فينا قلنا نزل متل ما هني وفيني اشتغل فيهن. يعني مساء هاي دي ايت اكس باور 2 بتنزل متل ما هي. بس انا عندي هون شو؟ عندي اكس. اوكي؟ فمعنات هيدا العدد اللي هون فيني اعملوا مع هيدا العدد اللي هون. يعني ناقص 12 ناقص 4 لما يكون عندي نفس الاكس نفس الانون فانا بحط الانون هو هون وبشتغل بالارقام. ناقص 12 ناقص 4 شو بتلا عندي؟ ناقص 16 لما يكون عندي same sign بجمع الارقام. وبحط اشارته. هالا بلاس 6 ما عنده انون هوني. اوكي؟ او الانون اللي قاله هي اكس باور 0. لانه كل شي باور 0 هو ون. اوكي؟ عم بزيد شرح اشياء مش موجودة هون لحتى انتو تكونوا محيطين بكل شي يعني. يعني لازم كنا عارفين احنا اكس باور 0 هي ون. فوان دارب 6 هي 6. اوكي؟ يعني مش انه نقول هوني ما فيه انون بلا فيه. ممكن هوني فيه عندنا انون هو اكس باور 0. اوكي؟ مهم. ما عندنا انون بنزل متل ما هو. هلأ قبل ما فوت الماينس عها شو لازم اعمل لازم هاي زبطن هالبراكتس اللي هون. فهالماينس بخلي اللي براكت هلأ للخط واللي بعدها. هاي دي الباور 2 لامين هاي الباور 2؟ هي للتو وهي للأكس. شو بيصير عندي؟ 2 2 باور 2 يعني 4 اكس باور 2. اوكي؟ هون شو في عندي هون 2 A B يعني هاي مضروبي بهاي مضروبي بهاي. شو بيصير عندي هلأ الاشارة هي ماينس. 2 ضرب 2 4. 4 ضرب 3. طبعا بعض التلاميذ بيخرطوا شو بيعملوا? بيعملوا 2 ضرب 2 بقوم بيعملوا 4 اكس. بعدين 2 ضرب 3 بيحطوا ناقص لنهو في عندي ناقص. 2 ضرب 3 6. طبعا هاشتغل ما فينا نشتغله هاي. انا عندي 2 A B مضروبين ببعض. 2 ضرب 2. 4 ضرب 3. 12 ضغري. وبحط الأكس. هون عندي بلاس 3 باور 2 يعني شو التسعة. شو بعض التلاميذ بيخرطوا يوم هاي 3 ضرب 2. ويحطوا 6. ما ننتبه. هاي 3 ضرب 3. اوكي؟ هلأ شو صار فيني اعمل? صار فيني اشيل هيدا يعني هاي الماينس. شو بتعمل؟ بدو اضربها بهاي وبهاي بهاي. الماينس عادة بتغير الاشارات. يعني هاي اشارتها بلاس. شو بتصير ماينس؟ هاي بتصير بلاس. هاي بتصير ماينس. فهو بينزر مثل ما هني 8 X سكوار ماينس 16 X بلاس 6. شو اتفقنا الماينس؟ بتغير الاشارات. يعني هي بلاس بتصير ماينس 4 X سكوار. ماينس شو بتصير بلاس؟ بلاس 12 X. البلاس شو صارت ماينس 9. او فيني اعمل ماينس ضرب بلاس ماينس. ماينس ضرب مينس بلاس. مينس ضرب بلاس مينس. هلأ شو مفروض أعمل من هن اللي عندي مساء عندي 8x square. في عندي x square في عندي high x square. فأنا شو بعمل بحط الأنور مثل ما هو x square. 8 ناقص 4. شو بتلا معي الجواب؟ 4. بعدين في عندي ناقص 16x. مين عندي كمان x? عندي plus 12x. فأنا بحط الأنور مثل ما هو ناقص 16 زائد 12 عندي different sign. إشارات مختلفين فبنقص. وبحط إشارة لقبير. يعني صارت ناقص 4. هلأ بيبقى عندي اللي ما فيون أنون أو ما فيون x زائد 6 ناقص 19. وبيطلع جواب ناقص 3. طلعت مسلا هون شو خربتنا? طلعت ناقص 15. أوكي هو أول 2. طيب منيح اللي غلطنا هيك غلطة صغيرة لحتى شو أعمل؟ اجع راجع أنا. أوكي؟ هلأ المفروض الغلط مني مش من السؤال. يعني 1% من المرات اللي بيكون في عنا غلط بالسؤال. هوني ناقص 6 زائد 6 2x زائد 4 طبعا شو الغلط اللي بيان معي أنا؟ نقلت غلط. يعني 2x بلس 1. هوني شو حطت أنا؟ 2x مينس 1. شفتوا هالماينس بتروح للسؤال كلياته. فأنا رح صلح. ده حتى أنتوا بالامتحان أو بالامتحانات المدرسة أو بالأعمال بالفرد. بنرجع ننتبه كمان للنقل. أنا نقلي صح أو غلط. أوكي؟ دايما بتصير يعني هاي. يعني هون شو لازم أعمل أنا هوني بلاس 1. طيب هاي البلاس 1 بمين ضربتها؟ ضربتها ببلس 4x يعني شو صارت هون؟ بلاس 4x. هاي؟ غيرت اللون لحطا نصلح الغلط. أوكي؟ كيفيني غير غير الفيديو يعني صور واحد جديد؟ بس أنه أصدا أنا خليتها لحتى ننتبه شو الغلط اللي ممكن يصير مع التلاميذ؟ هلا عندي بلاس بماينس. شو صار الجواب؟ ماينس يعني أنا محل هاي مفروض يكون شو عندي؟ ماينس 6. أوكي. طيب. شو اتفقنا هون اتنين مع بعض؟ شو بيطلع جوابهم؟ آآ ناقص الثماني. هون مفروض يطلع عندي ناقص الثماني x. هون لازم يطلع عندي شو؟ ناقص 6. طيب. خليني شوف لا شوف. يعني هون شو لازم تكون؟ ناقص الثماني x. وهون ناقص 6. طيب. لما ضربناه هون مفروض هون الاشارات صحيحة. آآ برافو. أوكي. هي هون غلط كمان من هاي. يعني صارت هون عندي ناقص الثماني x. ما؟ زائد 12x. شو بتلع عندي زائد 4x. اللي هي مفروض بالجواب تكون زائد. أوكي. بعدين ناقص 6. ناقص 9. شو بتلع عندي الجواب؟ ناقص 15. فهلأ صارت شو؟ صحيحة 100 بالمية. مع الاشارات تعيدة. أوكي؟ طبعا السؤال اللي بعضه بيقلي لأنه مرتبط طبعا نحن ناقصي ده بالمات كلها بتكون مرتبطة ببعضها. بيقلي calculate the value of e. أوكي؟ بالتو. بيقلي تطلع لي value of e. value يعني يعني عطيني e متى. for x equal 3 over 2. x هي 3 على 2. ومرة تانية بتطلعوا لي value لل e لما x equal radical 2. أوكي؟ فأنا الايمين هي طبعا نحنا لأنه هو عاطيني الجواب فأنا بشتغل بالجواب. لو هو ما عاطيني الجواب وجيت أنا حلات جيت أنا جيت حلات أنا بطلع معي الغلط اللي أنا عملته بالأول. أوكي؟ وجيت أنا شو عملت حلات على الغلط. فشو بدي يصير معي يعني بيصير العمل كله غلط. فعشان هيك الأفضل بهاي الأشياء إننا نشتغل بالجيبن مع أنه بنانا نتعزل. أوكي؟ طبعا هو مش الأفضل نشتغل بالجيبن الأفضل نشتغل بهيدا الجواب. عشان هيك هني شو بيعملوا بالامتحانات اللي شهاده؟ بسهلوا علينا الأمر وبيعطونا الجواب لحتى التلميذ. إذا ما عارف يجاوب أول سؤال مش يروح على التاني سؤال. أوكي؟ فعادة الأجوب بيكونوا معنا. لما يعطيني هيك سؤال طلع لي الفاليو أف إي فبتطلع أنا بجواب الإكسباند لأنه أوقات بيكون عندي مثلا سؤال فاكتورايز إي وعندي إكسباند إي إكسباند يعني develop إي زيتا. أوكي؟ فأنا لما يكون أهي اللي طلع لي الفاليو أف إي إي مثل الإي بالأخير ما بدي إياها بالبركت ما بدي إياها ب لأنه جواب الفاكتورايز بيكون بالبركت فبتطلع بجواب ال-expand فأنا بكتب هيدا الجواب ومحل ال-x شو بيقلي أول شي 3 على 2 فخلينا نحل هو اللي يطلع اول شي عطاني ال-x هي 3 على 2 معناتها محل ال-x شو بدي يحوط 3 على 2 هاي equal ال-e عم نحكي ال-4 تنزل متل ما هي محل ال-x شو بدي يحوط 3 على 2 power 2 محل ال-x شو بدي يحوط 3 على 2 ليه حطيتها ببراكت لأنه ال-4 مضروبة بال-x ناقص 15 تنزل ناقص 15 فهوني شو بتصير بس calculation أنا لحتى أول شي بدي يشيل ال-براكت لحتى أشيل هيدا ال-براكت ما فيني ال-4 أضروبها فيها لازم طير ال-power بالأول أولوي لل-power يعني هاي ال-4 وهيدا ال-براكت بيضل هون هيدا ال-power 2 هي لمن هيدا ال-power 2 هي لل-3 وهي لل-2 يعني 3 power 2 شو بيطلع معي لجواب 9 على 2 power 2 بيطلع عندي 4 أوكي هلأ هون شو فيني فيني اتركة متل ما هي لحتى أعملهم بالخطوة التانية كلهم مع بعض ناقص 15 بس نحنا ما ننتبه انه هيدا ال-براكت هو الضرب أوكي يعني عندي رقم مضروب ب-fraction فانا شو بعمل هذه الأربعة بعملها فراكتشن يعني شو اللي فراكتشن بصير على واحد أوكي اللي حتى أضرب فراكتشن ضرب فراكتشن بالضرب الفراكتشن شو بنعمل نضرب اللي فوق بالفوق يعني ال-numerator بال-numerator ولي تحت باللي تحت ديلميناتر بال-numerator أوكي شو بيصير عندي e equal أربعة ضرب تسعة أو هلأ طبعا نحنا شو فينا نعمل فينا بالضرب الفراكتشن شو فينا نعمل فينا نختزل يعني مسلا هوني أربعة فوق أربعة تحت بيروحوا مع بعض بيبقى عندي واحد فوق واحد هون ياسر عندي واحد ضرب تسعة صارت أسهر علي تسعة واحد ضرب واحد واحد ففيني اتركة هيك تسعة على واحد يعني تسعة طيب هوني نفس الشي شو اللي اتفقنا ضرب يعني عندي رقم مضروب بفراكتشن فأنا هيدا الرقم بحاوله لبلفراكتشن على واحد فراكتشن ضرب فراكتشن يعني مضروب اللي فوق بالفوق تح البي تحت طيب قبل ما أضروب شوف عندي أنا إذا في عندي اختزال هيك بسهل علي الأمر يعني الاختزال بيكون بين فوق وبان تحت أوكي يعني مسلا هوني أربعة واتنين بدنقص مع اتنين واتنين mastined اتنين قصم اتنين واحد اربعة قصم اتنين شو بيتلع عندي اتنين فشو بيطلع اخر شي معي 2 ضرب 3 6 يعني هاي الزائد هون 6 على وقل انه 1 ضرب 1 واحد يعني خلص زائد 6 وعندي هوني ناقص 15 شو بيطلع هولي جوابهم 0 فالفاليو لليه 0 لما X يقوى 3 على 2 طيب لما X يقوى radical 2 لانهو سألني 2 فانا شو بعمل هاي لليه محل الـ X شو بدي حط radical 2 هاي 4 محل الـ X شو بدي حط radical 2 plus 4 محل الـ X شو بدي حط radical 2 وهاي ناقص 15 منزل ناقص 15 اوكي شو متفقنا نحن بدي حل الـ power بالأول يعني radical 2 كلها power 2 شو بيصير عندي انا هاي الـ power 2 بيروح للـ radical فصارت كأنه 4 شو هيدا لبراكت ضرب 4 ضرب 2 شو بيطلع عندي الجواب 8 هلأ هون زائد هون ما عندي شي بيروح للـ radical فأربعة ضرب radical 2 بيطلع أربعة radical 2 هاي ناقص 15 مين المفروض ينعملوا مع بعضهم هاي فيها radical 2 هو 2 هو 2 ما فيه radical فهو بينعملوا مع بعض شو بيطلع جوابهم ناقص 7 زائد 4 radical 2 اوكي فهاي جواب exercise 2 هلأ الفرعة الثالث بيقلي factorize E طبعا الفactorize بنرجع للـ E الاصلية اوكي factorize كيف نشتغل factorize هي طريقتين لنشتغل factorize يا منشتغل على common factor وعادة بيكون بهاك الأعمال الكبيرة expressions الكبار منشتغل بcommon factor او منشتغل رماركة بالidentities اللي هني على القاعدات اوكي المراجعة على القاعدات شو هني هني ثلاث قاعدات يعني للـ factorize اذا عندي هيدا الشكل A square minus B square فمفروض انا حولها لـ A minus B into A plus B اذا عندي هيدا الشكل A square minus 2AB plus B square يعني صار عندي ثلاثة terms اوكي مش 2 terms شو بيطلع هيدا جوابة بيطلع جوابة A minus B power 2 او اذا عندي A square plus 2AB plus B square فجوابة بيكون A plus B square طيب هول اتفقنا قاعدات رماركة بالidentity مجي انا مجي بتطلع هون ها عندي انا انتبهوا هيدا اول تار وهيدا تاني تار في common bayناتن يعني عندي انا هون 2X plus 1 هون 2X minus 3 مش متلا هون 4X minus 6 هون 2X minus 3 كمان مش متلا اوكي اكيد ما فيني اشتغل على القاعدات لانه القاعدات مسهولة 2 terms اوكي لازم يكون عندي A square minus B square هلا عندي B square فيني اعتبر هيدا B وهون power 2 وعندي minus بس ما عندي A square اوكي ما عندي square للا A فما انت وما فيني اشتغل اوها اتنين لانه اوها اتنين 3 terms اوكي فبدي انتبه انا لل common يعني بدي شي انا هو عندي 2X minus 3 لازم هون اعمل طريقة لحتى يطلع عندي 2X minus 3 من هاي ما ممكن يطلع بس من هاي ممكن اذا اخدت common انا بين الاربع والستة هيك عادة بنشتغل يعني بين الاربع والستة اخدت common اتنين نيانتون هون رقمين بنقصموا على اتنين بفتح براكت اربع قسم اتنين بيطلع عندي اتنين X هاي نقص نزلتها ستة قسم اتنين ثلاثة شو طلع عندي هون 2X minus 3 وهون 2X minus 3 فهاي 2X plus 1 تنزل ما عملت فيها شي بتضلا 2X plus 1 طبعا هون 2 مضروبي فيهن يعني عادة انتون منحطها من رتبها منحطها بالاول وهي ده اللي هون حنزلها متل ما هي 2X minus 3 power 2 اوكي شو بنعمل هلا مش بنجي بنضروب هاي بها ما عم نعمل فاكتورايز هاي ده براكت بودي يضل اوكي شو اتفقنا بتطلع بهاي وبهاي شو في عندي common في عندي 2X minus 3 2X minus 3 هاي شو هاي مرتين 2X minus 3 ما ننتبه لانه هي شو power 2 هي power 2 يعني هي 2X minus 3 مضروبي ب2X minus 3 باخد انا شو equal باخد 2X minus 3 common بين هيدا الترم وهيدا الترم وبفتح براكت هيك بنشتغل اوكي بين اول واحدة اخدت 2X minus 3 common شو بي عندي برتبها بحطت 2 بالاول بعدين 2X plus 1 هون شو في عندي هاي الماينس هون عددين عددين عددنا 2X minus 3 2X minus 3 انا اخدت واحدة common شو بيبقى عندي 2X minus 3 اوكي لانه عندي ماينس قبل هالعدد فبخليها براكت بسكر الراكت طبعا هاي دي 2X minus 3 بتنزل للاخير بتضل متل ما هي اوكي ما بنشتغل فيها شي بتضل متل ما هي الشغل عندي بهاي فبخلي هادا البراكت اللي هون مفروض طير البراكت اللي صغر بتطلع بهذا البراكت شو في قبله 2 معانتها 2 مضروبي ب2X ومضروبي ب1 لفك هذا البراكت لازم بتطلع قبله اذا في شي ينضرب فيه فتنين ضرب 2 بيطلع عندي 4X 2 ضرب 1 هاي زائد 2 هون بتطلع بهذا البراكت كمان بدي شيله بتطلع شو في قبله فيه ماينس كمان هالماينس شو بعمل فيها بضروبها بإشارة هيدا بضروبها بإشارة هيدا شو بيصير عندي ماينس 2X وماينس بماينس بلاس 3 اتفقنا انه هاي دي 2X ماينس 3 بتنزل على الاخير هون بيجي بتطلع فين يقلقوا بهذا البراكت اعملوا هاك لا لانه خاص ما عاشي عندي براكت صغير عندي هون مين اللي بيعملوا بعض اللي فين اكس مين هني ها 2 فين اكس 4 ناقص 2 بتطلع عندي 2X زائد 2 وزائد 3 شو بتطلع عندي الجواب زائد 5 هلأ لازم بضل مكملة يعني لازم انا خلص كل الفكتوريز على الاخير يعني شو من شبعا بس يوصل له هايك شكل بتطلع فيه كومان بين 2 و 3 ما في كومان فبضل متل ما هي في كومان بين الاتنان والخمسة ما في كومان بضل متل ما هي فهيك كنت اكدت انا مية بالمية انه هلأ جوابه خلص مندهي على الاخير اوكي هلأ من نفس الفرع بيقل لي صولف انتبهوا تبهوا لهاي الصولف يعني سهلة هي مسلا واحد يعرفها مرة مرتين خاص بيمشي الحال قال لي صولف ذا اكواشن اي اي كوال لا زيرو ال اي من هي هاي ال اي اوكي هاي ال اي لما قال لي اي كوال لا زيرو اوشي الصول يعني 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 بالاخير طلعوه لقيمة ال اكس قدي عطوني اي من ال اكس 2 3 4 half 2 3 اعطوني اي من ال اكس قال لي اي كوال لا زيرو هلأ احنا مننتبه بهذا السؤال في عندي جوابان في عندي جواب لال اي اللي هو بلا بركت اي واحد بدي استعمل هون اي واحد اي جواب بدي احط لحت اي اي كو لا زيرو. بس نشوف قد تستعملadin جواب واحد و اذا ما في ايك سبان بعمل للا اي. دايما ازا اي كو لا زيرو بعمل اي كو لعدد بحط جواب او اوكي خدوها قائم. فالاي هلا انا vontade اخد هيدا الجواب. هيدا الجواب بدي اعملوا equal zero. طبعا بتكتبوها تحت انتو. بتكتبو هيك. اي equal zero. جواب الاي من هو? لانو هيدا سؤال جديد. مشو بنكتب هيك حد منها equal zero. وهوني عندي two x plus. انتبه للاشارات. اوكي? equal zero. بهيك نوع من الاعمال. انا عندي هيدا الشكل هيك. هيدا ضرب هيدا equal zero. يعني كأنه الاي ضرب بي equal zero. كيف نحلى لهاي? بنقول له يا الاي equal zero. يا البي equal zero. يا يعني or. يعني يا بنقول له two x minus three equal zero. or. لازم نكتب الor. مهمة. او two x plus five equal zero. فهاي كيف نحلى. انا بدي value of x. ما ننسى شو نحاول نعمل. صور. ما نعمل. نطلع ايمة ال x. فانا بدي خلي ال x لحالة. two x equal minus three. بجيبها عهجة. هجو بتصير plus three. بدي x لحالة. شو بتخلص من هاي اتنين. بقص مع اتنين من هاي الجهة. وبقص مع اتنين من هاي الجهة. ما في نقص مع اتنين من جهة واحدة. يعني مش من عندي بدأ اشتغل. اللي بتعملو باول جهة. بتعملو بتاني جهة. بتروح مع اتنين مع اتنين. شو بيطلع عندي x equal? الجواب ثلاثة عتنين. هيدا اول جواب لها ال x. or تاني جواب نفس الشي بنشتغل. بخلي ال x لحال. plus five. جيبها على الميلي تاني. شو بصير minus five. كمان اتخلص من هاي التو. بقص مع اتنين. ليلا بيروح مع بعض. بيبع عندي x لحال. ازا قصمت هاي الجهة عتنين بقصم هاي الجهة عتنين. بيروح مع بعض بيبع عندي x equal minus five over two. اوكي. هيكون خلصنا هاي السؤال بهاي الدورة. طبعا الاسئلة اللي جاية موسيقى